حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها إسرائيل تحضر الأونروا رسميا والبرد والأمطار يعمقان مأساة الآلاف في غزة بسبب جسم مضيء فوق السودان الخطوط الفرنسية تعلق رحلاتها فوق البحر الأحمر نساء الريف وساطات ناجحة في النزاعات أهلا بكم بداية جولتنا من صحيفة القدس العربية التي تناولت حظر الاحتلال الإسرائيلي رسميا وكالة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في الأراضي المحتلة وأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل الوكالة ما يعني حظر أنشطتها بالأراضي الفلسطينية في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر يضعف حظر الأونروا معاناة نحوي 2.3 مليون فلسطينيين في قطاع غزة جراء الحرب وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان إن تشريعا أقره الكنيسة بحظر أنشطة الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية واعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة أن ذلك القرار يضرب بجميع الأعراف والمواثيق الدولية عرض الحائط وتزعم إسرائيل أن موظفين في الأونروا ساهموا في هجوم طوفان الأقصى وهو ما نفته الوكالة الأممية وعلى مدى سنوات واجهت الوكالة حالة من التضييق الإسرائيلي في محاولة لتفكيكها وفي إطار تصفية القضية الفلسطينية بالتزامن مع كل التحديات المرتبطة بالعضوان الإسرائيلي ينخر البرد القارس أجساد سكان غزة التي أنهكها النزوح والجوع وأسط نقص كبير في الأغطية والملابس الشتوية وارتفاع أسعارها ويعيش مئات آلاف النازحين في قطاع غزة حالة متكررة من القلق فالغالبية تؤويهم خيام ممزقة أو مهترئة بحسب العرب الجديد يعيش أبو حسن إعلاء في صراع دائم مع أمواج البحر في شاطئ مدينة خانيونيس التي بدأت تشكل خطرا على حياة آلاف النازحين هناك بسبب عدم وجود مكان في منطقة المواسي المكتبع تتابع الصحيفة في الوقت الحالي يستعد إعلاء لمواجهة مياه الأمطار والبحر معا وهو يبحث في الوقت نفسه عن مكان للانتقال إلى أطراف المواسي يقول إعلاء لا نعرف ماذا سنفعل خلال الشتاء الذي يقترب أولادي يشعرون بالبرد كل ليلة لكني لا أملك شيئا لتدفئتهم في غزة يبدو أن إسرائيل أطلقت خطة الجنرالات المصممة لدفع الناس المدمرين والمظلومين في شمال غزة إلى النصف الجنوبي من سجنهم في الهواء الطلق تحت عنوان حرب إسرائيل على العالم كتبت ميديا بن يامين ونيكولاس جي أس ديفيز مقالا في The Progressive وترجمه على الدين أبو زينة للغد الأردنية ستقوم إسرائيل بتسليم النصف الشمالي إلى المطورين العقاريين الباحثين عن الربح والمستوطنين الذين أصبحوا بعد عقود من التشجيع الأمريكي قوة مهمينة في السياسة والمجتمع الإسرائيليين وقد بدأت بالفعل المذبحة المضاعفة لأولئك الذين لا يستطيعون أو يرفضون الانتقال إلى الجنوب وفي لبنان يفر الملايين من الناس للنجاة بأرواحهم ويجري تقطيع أجساد الآلاف إلى أشلاء في هجوم يشبه إلى حد كبير المرحلة الأولى من الإبادة الجماعية التي تنفذ في غزة وكما يرى قادة إسرائيل فإن كل شخص يقتل أو يجبر على الفرار وكل مبنى يهدم في بلد مجاور يفتح الطريق أمام المزيد من المستوطنات الإسرائيلية المستقبلية وتتساءل شعوب إيران وسوريا والعراق والأردن ومصر واللملكة العربية السعودية من سيكون التالي من بينها ولا تكتفي إسرائيل بمهاجمة جيرانها فقط إنها في حالة حرب مع العالم بأسره وهي مهددة بشكل خاص عندما تجتمع حكومات العالم معاً في الأمم المتحدة وفي المحاكم الدولية لمحاولة فرض سيادة القانون الدولي والآن وسط تصاعد العنف الناجم عن القصف والغزو الإسرائيلي الأخير للبنان تقوم إسرائيل بمهاجمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان التي تتمثل مهمتها في مراقبة وتخفيف حدة الصراع بين إسرائيل وحزب الله لقد أصبحت علاقة إسرائيل بالأمم المتحدة وبقية العالم على حافة الانهيار عندما خطب نتنياه الجمعية العامة في نيويورك في أيلول سبتمبر وصف الأمم المتحدة بأنها مستنقع للمشاعر المعادية ديسابية لكن الأمم المتحدة ليست تهديداً غريباً من كوكب آخر إنها ببساطة دول العالم التي تجتمع معاً لمحاولة حل أكثر مشاكلنا المشتركة خطورة بما فيها الأزمة التي لا نهاية لها التي تسببها إسرائيل لجيرانها وبشكل متزايد للعالم بأسره إلى لبنان حيث لا تزال الاشتباكات المباشرة مستمرة في القطاع الشرقي بين عناصر حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي بحسب إذاعة موند كارلو الدولية قتل ثلاثة أشخاص وجرح تسعة آخرون في غارة على حارة سيداء وشنت غارات على منازل في شقرات فاحتة والحلوسية وعلى مركز للهيئة الصحية الإسلامية في البازورية وتعرض ما لا يقل عن خمسة عشر بلد للغارات والقصف المدفعي ومنذ أكتوبر 2023 بلغ عدد القتلى والجرحى في لبنان نحو الفين وتسعمائة وستة وثمانين فضلا عن إصابة ثلاثة عشر وأربعمائة واثنين الخيط الأمريكي تحت هذا العنوان كتب غسان شربا مقالا في صحيفة الشرق الأوسط نطالع في جزء من الانتخابات الأمريكية ليست مجرد شأن أمريكي نتائجها تعني الحلفاء والأعداء معا وسائر الموزعين في أحياء القرية الكونية لا يستطيع أحد تجاهلها أو التظاهر بلا مبالا إنها صحن إلزامي على مائدة العالم أقوياء العالم ينتظرون كضعفة النتائج تعني مصائرهم ومشاريعهم وهالاتهم سيد الكرملن رجل قوي يعرف نتائج الانتخابات قبل خوضها يتسلى بإخافة الأوروبيين والعالم من الوليمة النووبية المحتملة إذا فكروا في هزيمة روسيا أو محاصرتها وإذلالها لكن بلاديمير بوتين يعرف أن نهاية الحرب في أوكرانيا تحتاج إلى توقيع الرئيس الأمريكي لا بلاديمير زيلينسكي يعرف بوتين وطأة الخيط الأمريكي لو لا هذا الخيط لأطلق قوته لاستعادة كل الأملاك السليبة التي استولى عليها الغرب غدا تنتحار الاتحاد السوفيتي رجل آخر سيأسهر منتظراً النتائج اسمه شي جيم بينغ الرجل الجالس على عرش ماوت سي تونغ والاقتصاد الثاني في العالم يعرف أنه يصطدم في أسواق العالم كما في تايوان بخيط الردع الأمريكي يدرك أنه لو لا هذا الخيط لتمكن من تحقيق ما عجز عنه أسلافه وهو إعادة الفرع إلى الأصل إعادة تايوان إلى بيت الطاعة الصيني أهل الشرق الأوسط الرهيب سيسهرون بدورهم الخيط الأمريكي لا يزال حاسماً في كبح حروبهم أو تنظيمها سينتظر المرشد الإيراني وجنرالات الحرس الثوري نتائج الانتخابات بالغت إسرائيل باستهداف الأذرع والمستشارين فاستدرجت إيران إلى الحلبة التي حاولت تفاديها سينتظر بنامين نتنياهو نتائج الانتخابات الخيط الذي يربط أمريكا بإسرائيل ليس مهدداً الوسادة الأمريكية لإسرائيل راسخة لكن لكمالا هاريس أسلوبها وحساباتها ولدونالد ترامب انعطافاته ومفاجآته ويحتاج نتنياهو إلى كثير من المليارات والتخائر إذا قرر السير أبعد في انقلابه على معادلاته ما قبل الطوفان الخطوط الفرنسية تعلق رحلاتها فوق البحر الأحمر في التفاصيل أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية أنها علقت حتى إشعار آخر رحلاتها فوق منطقة البحر الأحمر بعد أن أبلغ تاقمها عن وجود جسم مضيء فوق السودان تقول خطوط الجوية الفرنسية أن هذا القرار جاء كإجراء احترازي وأتابعت إير فرانس أن سلامة عملائها وأطقمها ضرورة مطلقة وأنها تراقب باستمرار تطور الوضع الجيوسياسي في المناطق التي تخدمها طائرتها وتحلق فوقها وقال مصدر في مجال الطيران لفرانس بريس إن إير فرانس هي شركة الطيران الوحيدة التي اتخذت هذا الإجراء وإن المجال الجوي فوق المنطقة لم يتم إغلاقه تحت عنوان اليوم التالي كتب سمير عطلة مقالاً في صحيفة الشرق الأوسط جاء في جزء مين تحولت عبارة اليوم التالي في الآوينة الأخيرة إلى ترند شائع في الصحافة والإعلام اليوم التالي في غزة واليوم التالي في لبنان واليوم التالي في سائر بلدان الحريق والرماد استخدم التعبير أول مرة عنواناً لفيلم أمريكي عرض عام 1983 ويحكي قصة التحول التيكساس إلى رماد بعد اندلاع حرب نووية بين أميركا والاتحاد السوفيتي وشهده مئة مليون إنسان في العرض الأول اسمحوا لنا بالانضمام إلى الترند للكتابة عن اليوم التالي في البيت الأبيض في هذه الساعات الأخيرة من الصراع بين المرشح النووي الأخير دونالد ترامب ومنافسته كامالا هاريس سواء عاد الرجل إلى البيت الأبيض أو دخلته السيدة السمراء ففي اليوم التالي وما يتلوه من أيام وسنوات وعقود قد لا تعرف أميركا حملة انتخابية بألوان ترامب وطقته المذهلة على المبارزة والصمد والردود على خصومه لقد أنهى تاجر العقارات النيويوركي العمل السياسي في الولايات المتحدة كما عرف من قبل لا أعراف لا قواعد لا أصول لا كوابح ولا حدود لا شيء رجل ضخم يرتدي طقما أزرق ويضع ربطة عنق حمراء يفيق كل يوم ثائرا فائرا يعد أميركا بالجنة ويهدد معارضه بالجحيم ويخاطب منافسته كما لو كانا يتشاجران في مدرسة الروضة بشارتك لونك أصلك ويقول عن الممثل الذي لعب شخصيته في فيلم المتدرب إنه رجل سخيف وممثل فاشل ويدعو الناس إلى مقاطعة الفيلم أليس من المفترض أن تكون القضايا المطروحة أرفع من ذلك؟ ليس الآن ليس الآن ودعك من الرؤساء التاريخيين وروزفيلت وكينيدي إلى آخرهم الآن الدونالد يخوض آخر معاركه ولن يوقفه شيء في سبيل اليوم التالي لم يقتصر در المرأة اليمنية في الريف على الزراعة ورعي الماشية وسائر الأدوار التقليدية التجاوز ذلك ووصل إلى إمكانية مشاركتها في صناع السلام المجتمعي وإسهامها في حل بعض القضايا بالمجتمع وقيادة الوساطة لفض النزاعات المختلفة ومع استمرار الحرب في البلاد كانت المرأة الريفية جزءا من المأساة التي خلقتها الحرب لكنها في المقابل صنعت فارقا في دورها المجتمعي والإنساني جوهر عبيد كانت من أوائل النساء الريفيات لا تنخرطن في مجال صناعة السلام ورغم ما تعرضت له من صعوبات لأنها ابنة ريف لم تستسلم بل أسهمت بشكل فعال في تحريك قضايا وملفات مجتمعية تقول جوهر المنحدرة من موريس بمحافظة الضالع لمنصة ريف اليمن بدأت المشاركة في مجال السلام منذ سنوات وكانت نظرة المجتمع الريفي إيجابية فقد تجاوب معي ومع الحلول التي أقدمها وتكشف جوهر أنها تعمل حاليا من أجل الإسهام في إنجاح صفقة جديدة بين أطراف النزاع سيفرج بموجبها عن عشرات الأسرع والمعتقلين مقتل لاعب كرة قدم سابق على يد صديقه الجندي بطلق ناري في أبيان يقول موقع المصدر أونلاين إن اللاعب السابق في نادي الفجر الجديد أحمد الياسي لقي مصرعه في مدينة الكود بخنفر ونقل الموقع عن صادر محلية قولها إن الياسي توفي إثر إصابته برصاصة أطلقت من مندقية صديق له يعمل جنديا في إحدى التشكيلات المسلحة وكان الجندي يمازح الياسي ووجه سلاحه الكلاشنكوف نحوه مهددا إياه قبل أن تنطلق الرصاصة من مندقيته وتصيب المجنية عليه بالرأس الدين والفن من منظور كلي تحت هذا العنوان كتب زهير علي مقالا في موقع بلقيس نيت جاء في جزء من العلاقة بين الدين والفن متداخلة ومتشعبة إلى الحد الذي تبدو فيه ملتبسة وغير واضحة أحيانا وفي تجربة العربية هناك من يرى أنهما متباعدان والعلاقة بينهما في أضيق نطاق بينما يرى فريق آخر عكس ذلك تماما وكما توجد في تجربتنا مواقف دينية تحد من الإبداع والفنون هناك ظواهر أخرى تشير إلى تجيعها بل إن كثيرا من الخطوات المهمة والتطورات في تجربتنا الفنية كان لها روادها من أصحاب الخلفيات الدينية والمشائخ كما هو الحال في الموسيقى العربية القديمة والحديثة مثلا ولكن ماذا يقول التفكير الكلي أو الفلسفة عن علاقة الفن بالدين قد يكون من الصعب أن نختصر هذه العلاقة هنا باستقراء كل شيء ولكن من وجهة نظري أن أهم ما هو معتبر عند كبار الفلاسفة خاصة من المدرسة العقلية المثالية والعقلانية النقدية يشير إلى أن الدين والفني انتميان إلى مجال مشترك واحد ويمكننا هنا تسميته بالمجال الإنساني أي المجال الذي يعبر فيه الإنسان عن نفسه بشكل قد لا يتعلق بالضرورة باحتياجاته المتعلقة بالبقاء البيولوجي أو حتى يعبر عنها بشكل متجاوز لها نسبيا بطرق تبدو غريبة ومجنونة ولا تتمتع بالكفاءة أو الكفاية المادية حسب علي عزة بيغوفيتش والمسيري مثلا ومن أهم الأمثلة على ذلك هو تصنيف هيغل الشهير للفن والدين والفلسفة والذي لم أتعجب من وضعه لها ضمن إطار مبحث واحد في فلسفته ومؤلفاته فالدين عنده هو التعبير المجازي عن المطلق بينما الفن هو التعبير الحسي عن المطلق بل ويرى أن كل من الفن والدين يؤديان للفلسفة التعبير العقلي عن المطلق والعكس في إشارة إلى حتمية التداخل أو مجال دورهم المشترك ومثله بالطبع وإلى حد كبير المثالية الألمانية ككل كذلك الذين يركزون على التعارض بين الدين والفن مثل نيتشي يدركون هذه الطبيعة المشتركة بينهما فبالرغم من القول المشهور لنيتشي الذي فيه إشارة إلى أن الفن يزدهر في ظل تراجع الدين إلا أنه يرى فيه ذلك النشاط الإنساني أو الميتافيزيقي الوحيد الذي يستحق الاهتمام أي أنه يعترف بطبيعة أو جوهر الظاهرة الفنية الإنسانية رغم ماديته الصارخة إلا أن الفن هنا ظاهرة مجنونة ومقبولة ومهمة عنده إذا صح تعبيرنا هنا نشرت وكالة الأنادول مجموعة من الصور حول أحراق مستوطنين إسرائيليين نحو عشرين سيارة فلسطينية بمدينة البيرا وسط الضفة الغربية المحتلة نشاهدها معا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أبرز السمات للكاريكاتر لهذا اليوم نتابعها في جولتنا الأخيرة اشتركوا في القناة بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بوشك الصحافة شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء